بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب سنوية عامة أخبركم يا حبيبي ويا رب دايما تكونوا بخير خلصنا المنهج وخلصنا القصة حلنا جيم وحلنا المعاصر وهندخل إن شاء الله في الريفيوهات غير من إحنا عملنا كورس الأساسيات وعملنا كورس المشتقات وعملنا كورس تريكات الموجودة في القواة بتاعت اللغة وبدأنا النهاردة ونبدأ النهاردة إن شاء الله سلسلة حلقات جميلة جدا جدا بص بقول لك إيه إحنا طبعا إنت عارف إن إحنا في النظام الجديد مش محددين أوي بأسئلة معينة وممكن جدا تبص لي نفسك معرض إن يجيب لك سؤال من سنة فاتت من سنتين فاتوا من ثلاث سنين فاتوا ويحطها لك حتى ولو كانت القاعدة دي اتحزفت من المنهج لأنه يقول لك الموضوع تراكمي وبنان عليه فكرت في حاجة ظريفة جدا أنا كان عندي مجموعة أسئلة كتير أوي عدد كبير من الأسئلة عدد نهائي من الأسئلة كلهم عدد كبيري يعني إحنا نتكلم مثلا داخل في 600-700 جملة اختياري مشروحين تفصيلا الجمل دي كنتم صورهم من السنين اللي فاتت تقريبا وما كانوا مش موجودين واللي منهم اللي منزلش واللي منزلش واللي منزل في وسط حلقات وكده أنا هعمل إيه أنا هنزل لكم إن شاء الله كل حلقة من مجموعة الحلقات دي 30 جملة 30 جملة على منهجك أنت عندك السنين اللي فاتت كان فيه وحدات أصلا كان فيها قواعد تانية وتحزفت طب ما إحنا أصلا كده كده وارد إنه يسألنا في القواعد اللي حزفت ديلني وبقولك إن القواعد دي قواعد تاراكمية وعلشان كده قررت إن أنا أقدم لكم المجموعة الكبيرة دي يعني هو كنز كبير جدا من الأسئلة هنضيفه على اللي إحنا حلناه في جمه، هنضيفه على اللي إحنا حلناه في المعاصر وهنضيفه على اللي هنحله إن شاء الله في الكتاب المراجعة النهائية اللي إحنا هنترحه إن شاء الله قريب هنطرح استفتاء عليه وحضراتكم هتختاروه طب الى جانب كل ده طب ما تيجي ناخد الحاجات اللي هي قريدي دي حاجات مهمة جدا وهي موجودة وانا مستخسر انكم ما تسمعوش الكلام ده وتستفيدوا بيه فبالتالي هبدأ من النهار ده ان شاء الله وحاول يوميا انا ازدلكم حلقة من الموضوع ده باذن الله كل يوم هتلاقي حلقة عن هازي الجمل 30 جملة تقريبا انا ازدلكم كل يوم 30 جملة اختياري تستفيدوا بيهم وتسمعوا شرحهم بننشط ذاكرتنا في القواعد اللي اخدناها وبنتعلم حاجات ربما تكون غايبة عننا وبنقول كلمات وقواعد مش قواعد بس كلمات وقواعد يعني بنديلك فكرة عامة عن المنهج كل يوم بتسمع 10 دقايق مثلا بتفوق لك الانجليزي لغاية ما نبدأ ان شاء الله نشتغل في كتاب مراجع نهاية وممكن نشتغل في الاتنين بالتوازي يعني ممكن نبدأ قريب في كتاب مراجع نهاية ويبدأ الاتنين شغانين بالتوازي اعتقد ان الموضوع ده هيعجبكم جدا وهتحبوه جدا ويارد تقولولي في التعليقات لو حبيتوا الفكرة اكمل فيها واكمل كل يوم هنزل لكم 30 جملة انا بقول لك انا عندي كم مهول يعني احنا ممكن نقعد شهر شهر ونص نزل كل يوم 30 جملة 30 جملة 30 جملة 30 جملة هتحب جدا الموضوع ده وهتسفيد به مستني تعلاقاتكم مستنيكم تقولولي اذا كنتوا حبيتوا الفكرة ولا لا وهل اكمل فيها ولا لا زائد ان انا كده كده ان شاء الله في كتاب مراجع نهاية وهنختاره سوا ان شاء الله فمش عايز اكتلق من حتة دي ان شاء الله في كتاب هترح عليكم استفتاء وانتوا تختاروا الكتاب ان شاء الله بإذن الله قريب فبالتالي هيبقى دودة مع بعض حبيين الفكرة هكمل وان شاء الله بإذن الله هتعجبكم وهتحبوها جدا احنا هنروح نحل مع بعض 30 جملة وارجع لكم تاني نمبر وان بتقول طبعا دي قاعدة اف الحالة التالتة المفروض ان دي الحالة التالتة لان النص التاني فيها she wasn't have وتصريف التالت وبونان عليه بنمفروض في النص الاول هيبقى الحالة التالتة اللي هي اف وبعدين الفاعل ثم هاد وتصريف التالت طب ما فيش هاد ما هو انا هنا هحزف اف وهحط هاد في اول الكلام مكان اف فتبقى الاجابة نمبر سي هاد الجملة التانية not of the houses was slightly different طبعا الكلمة اللي ممكن يجي بعدها اسم جمع ثم فعل مفرد هي كلمة each نمبر دي نمبر ثري دكتور تابر not for patients so far this time طبعا انت عارفيني so far كلمة تدل على زمن المضارع التام وبناء عليها نختار نمبر بي هاز سين سين هاز سين نمبر بي نمبر فور this river isn't clean not for fish to live in معروف ان طبعا انت شايف تو في النص التاني من الجملة اللي هي دي تو ليف وبونان عليه بانا محتاج في النص الاول يائما تو يائما enough طب يا ترى اختار مين فيهم اولا تو بتيجي مع الصفات السلبية وتأتي قبل الصفة enough تيجي مع الصفات الايجابية وتأتي بعد الصفة انا طبعا عندي clean وطبعا السمك محتاج مية نظيفة ودي صفة ايجابية ثم ان clean صفة الاول وبعدها نقط فانا عايز clean enough صفة ايجابية وهي اللي جاية الاول ثم enough number c number 5 he not by a mosquito during the night هو تم عضه اتعض يعني مجهول اكيد هو معضش النموسة وبالتالي هو اتعض فبالتالي اختار المبني مجهول المبني مجهول عبارة عن verb to be وتصريف التالت اللي هي was bitten number d الاجابة الصحيحة number d was bitten number 6 we have run out of sugar لقد نفذ ما لدينا من السكر run out of يعني خلص اللي عندنا انتهى او خلص اللي عندنا من السكر وده زمن مضارع تام في زمن مضارع تام معناه انه تم منذ لحظات او تم وانتهى ولكن اخره باقي فبنان عليه انا هنا عايز اقول ان انا هجيب انه خلص اللي عندي وهجيب في المستقبل يبقى بالتالي اختار الاختيار number a i will go to the market number a seven the man not wearing the white shirt is aحمد زانكي طبعا the man عاقل واللي بييجي دايما بعد العاقل يا اما هو يا اما هوز يا اما ذات على حسب طب اعمل انا ايه بقى ببساطة شريع جدا انت ببص بعد النقاط لو بعد النقاط هنا فيه فعل يبقى انت بتختار هو لو بعد النقاط هنا فيه اسم يبقى انت بتختار هوز انما هنا انا عندي هنا فيرب بلاس اي نجي هنا فيرب بلاس اي نجي نايز حاجة عشان يبقى يعني هي لو فيه كاتبة هو طبعا انا ما عنديش از هنا بس عندي في الاختيارات هو از مع بعض number b هي الاختيار الصح who is number eight she went to bed early because she not for a long time انا دايما بقول ان لما بتيجي في النص كده قبلها مضارعي با هنا هاف او هازو التصريف التالت طب لو قبلها ماضي زي اللي حصل عندي هنا انا عندي هنا وانت ماضي بقى بعدها ماضي تام اللي هي هاد والتصريف التالت هاد بلايت number nine don't start yet لا تبدأ wait until i give the not انتظر لغاية تمدي لك الاشارة الاشارة اللي هي number a signal number a هي الاجابة الصحيحة eleven sorry number ten there are over ten not for the job you got اكتر من عشر a للوظيفة عشر متقدمين applicants يعني المتقدمين للوظيفة number c applicants number c هي الاجابة الصحيحة يعني متقدمين للوظيفة number eleven he made a not just hours before he died قبل ما يموت على طول عمل وصية كتب وصية وصية اللي هي number b طبعا b اللي هي well w ill كلنا عارفين ويل اللي هي سوفة ولكن تنفع نون بمعنى الوصية well w ill number twelve he has had two not since he joined this company هو حصل على ترقيتين منذ ان التحق بالكامباني الشركة طبعا ترقية يعني بروموشن وهو حصل على ترقيتين يبقى two promotions number a هي الاجابة الصحيحة thirteen the teacher gave not the exam papers وزع ورق الامتحان give out number c هي الاجابة الصحيحة give out the exam papers وزع ورق الامتحان number fourteen she not be talented هي اكيد موهوبة she plays the piano the violin and the loot well وهي بتعزف على البيانو والفيانو واللوت بطريقة جيدة يبقى هي من المؤكد هنا أنا بستنتج استنتاج يبقى هي من المؤكد انها موهوبة وطبعا استنتاج ملغي على سنة 2020 ولكن أنا بشرحه للاحتياط يعني سوف نستخدم must يعني المؤكد number c must be من المؤكد انها number fifteen I got my hair not before the wedding طبعا كلمة get وتصريفاتها اللي get و got و had او have او الفعل have او فعل get الاثنين دولار ما بيجي بعدهم اسم غير عاقل زي اللي حاصل هنا يبقى المفروض ان عايز تصريف ثالث التصريف الثالث من cut هي number a cut number sixteen she not someone to tell her the way to the theater هي طلبت من احد من شخص ما ان يخبرها بالطريق للمسرح طلبت ask it متعرفين ان ask ينفع تيجي بمعنى يسأل او يطلب number seventeen 17 I wish my hair not let me use hair computer طبعا wish التمني دايما الامنيات بيجي بعدها ياما ماضي تام هادو التصريف الثالث ياما ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل ياما وضع او cut في حالة المستقبل انا طبعا طبعا لازم يبعندي حاجة من ثلاث طبعا انا ما عنديش لا ماضي تام هادو التصريف الثالث ولا ماضي بسيط بس عندي وض number b وض هي اللي جابة صحيحة number eighteen she retired after هي تقاعدت هي طلعت معاش بعد نقط career career يعني حياة مهنية حياة مهنية مالها في الصحافة اكيد نجحة انا باوصف انا عايز صفة هنا طيب فين الصفة اللي معناها ناجحة successful ناجحة number c successful career حياة مهنية ناجحة في الصحافة number nineteen he read his speech هو قرأ خطبته او مقائل الكلمة اللي قالها in a strong loud voice بصوت واثق قوي انا عايز اوصف الصوت بصفة فين الصفة هنا كلمة confident اللي هي number a يعني واثق لكن c confidence معناها الثقة ولكن انا باختار كلمة واثق confident number a confident يعني واثق confident يعني واثق number twenty which key do i not to delete it اي المفاتيح ممكن اضغط عليها علشان امسح طبعا كلمة يضغط press press number d يعني اضغط press number d يعني اضغط twenty one i not your support thanks for coming انا اقدر الدعم اللي انت بتدعمه وشكرا انت جيت طبعا يقدر يعني appreciate number b appreciate الاجابة number b appreciate يعني يقدر انا اقدر دعمك appreciate number twenty two she finds working with handicapped children هي لقيت ان العمل مع الاطفال المعاقين عمل ذو تحدي طبعا ذو تحدي معناها challenging هي جملة نقصة هنا but it was rewarding ولكن يستحق او في فايدة ولكن طبعا الجملة كنت نقصة لكن المهم ان انا عايز الكلمة challenging number c العمل مع المعاقين عمل في تحدي challenging number twenty three it's hard to not work these days من الصعب انك ايه وظيفة في هذه الايام طبعا انا عارف انه ممكن old work يعني اعمل بس مش صعب انك تشتغل ولكن صعب انك تحصل على وظيفة get work get work يعني تحصل على number a get work number twenty four we could see the sky through a knot in the roof نقدر نشوف السماء من خلال ايه في السقف من خلال gap فاجوة في السقف number b هي الاجابة الصحيحة twenty five i spend most of my working day قضاية معظم يوم العمل بتاعي not with customers inquires وانا بتعامل مع متطلبات الزبائن dealing with dealing with يعني اتعامل مع number b dealing with يعني اتعامل مع وبكده نكون خلصنا اول حلقة من هذه السلسلة الجميلة اللي ان شاء الله تحبوها جدا اتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة وحبتوها واتمنى انكم تقولوني زي ما قلنا في التعليقات اذا كانت عجباكم الفكرة نكمل فيها ولا لا بحبكم في الله الى اللقاء